الناس حسة الناس حسة بالأوضاع احنا يعني الدكتور مصطفى مدبولي رجل بزل جهد كبير في الفترة اللي فاتت ممكن في ملاحظات فيه اخطاء وقعت فيها الحكومة ده مسألة ما حدش يقدر ينكرها ولما جيه في المرة التانية كثيرين قالوا طب ليه ما كان الدكتور مصطفى قده سبع سنين وكفاية عليه كده ما نجيب حكومة جديدة لكن الرئيس له فلسفة في هذا الامر انه استكمل المشروع الوطني الملفات الدكتور مصطفى يمكن حاطت ايده فيها والملفات دي لسه ما خلصتش انه يبقى فيه مايستره للحكومة الجديدة خاصة اذا كان فيها حجم كبير من الاتساع ان الوقت اللي يسع ان احنا نجيب دي في اعتقادي المبررات اللي قدمها النظام بشكل او باخر او على اساسها رجع دكتور مصطفى مدبولي وكلفه مرة تانية بتشكيل الحكومة لكن لازم الحكومة الجديدة تعرف تعرف ان فيه مطالب للشعب المصري تعرف ان الناس تعبانة جدا تعرف ان غلاء الاسعار الهب ظهور الناس تعرف ان استثماريا احنا محقق ناشر هدف الاقل علي الرئيس عبدالتاع سيسي الميت مليار دولار نطلع عند تركيا ونشوف مش اقل من تلتمية وخمسين مليار دولار بتصديره غيره وغيره وغيره صحيح فيه مشاكل دلوقتي فيه اوضاع صعبة دلوقتي وفيه زيادات في الاسعار في تركيا ممكن وصلت لمية في المية اليومين اللي فاتوا وفيه بنوك بتهلس في اوروبا وفيه مشاكل حتى شركة ساميح سويرس وهي شركة سياحية في اوروبا والمانيا فلست فيه اوضاع صعبة في العالم كله وبالتالي عكس علينا بس احنا كمان احنا كمان غلابة وعندينا فئات اجتماعية اكتر من 32 ونص تحت خط الفقر عندينا حجم تدخم وصل ل36 في المية يعني الاسعار تجنن فالناس تعبانا الناس تعبانا والريس تتكلم اكتر من مرة عن معاناة الناس طيب يا حكومة هتعملين الناية في المرة الجاية هنبقى زي المنهج اللي فات ولا عندينا محددات تتكلم عليها السيد الرئيس يجب الالتزام بها ما هو مش هيشتغل بيده لوحده ابدا مستحيل ازا ما كانتش الناس تساعد وتشتغل لو فضت تقولنا انتظر التعليمات من فوق ما حدش هيعمل حاجة لان مش هيعود الرئيس يجري ورا كل واحد فعلينا احنا كحكومة ان احنا نشوف حالة الناس الغلابة نشوف الطبقة المتوسطة راحت فين زهبت مع الرياح نشوف الناس المسحوقة خالص دي راحت فين وحتروح فين يعني يا حكومة مثلا ودي انا كلمة قلتها في مجلس نواب بالزمة ما كناش نقدر نجيب 14 مليار جنيه كده من من اي حتة من اللي بننصرف فيها فلوس كتير دي ونسيب بالعيش لمدة سنة وكانش ممكن نعمل لا طب ليه احنا ليه بنصدر احتقان ليه متصورين ان الشعب ده خلاص يعني مش هيتكلم ولا ضج ولا يأن ليه متصورين كده ايه السقة الزائدة عن الحد دي منفعش يا جماعة حافظوا على سلامة النظام الوطني حافظوا على الرجل اللي بيشتغل ليه النهار من اجل هذا البلد يا اخواننا لما تقدموا تقارير اقدموا تقارير صح شوفوا فقه الاولويات وانا قلت على فقه الاولويات ده من ثلاث اربع سنين في مجلس النهار هناك شيء اسمه فقه الاولويات الشعب المصري مستحمل والرئيس اشاد بصمود الشعب المصري بس الى متى ليه ليه بتقعون في مشاكل ليه كل يوم نكتشف فساد هنا وفساد هنا وفساد هنا والدنيا مولعة في كل حد ليه ما بناخدش بتقارير الجهاز المركزي المحاسبات ونحاسب الفسدين ليه بنسيب بعض الشخصيات ولا بعض الناس تعتعبس كما تشاء ليه بتبقى عندينا مش قطة سمان ولا غير لا لا ناس خارج نطاق الخدمة خالص ليه ما احنا لازم نحافظ على سلامة البلد دي امنها القومي دي مسؤولية كل المصريين من الرئيس الى المواطن الامن والاستقرار وانا بشيد بامن والاستقرار في البلد دي اللي عملته الشرطة المصرية في الفترة اللي فاتت بقيادة الوزير اشوف حتى حتى اخوانا اللي في الضرائب برضو لما يعملوا شغل في الضرائب بشكل كويس او غيره او غيره ويجيبوا حاجات يمكن كان محدش بيروح له ولا حد بيسأل فيها وكان ناس بتبلطج على الدولة ما ده شيء كويس استحق كل التقدير والاحترام